نقلت وكالة ريترز للأنباء عن مصادر ديبلوماسية غربية إن غالبية وزراء الطاقة الأوروبيين لم يدعم تحديد سقف لسعر الغاز الروسي يأتي هذا فيما قالت المفوضة الأوروبية للطاقة إن وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي ما زال قيد النقاش ووصفت قرار الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بالصائب مطالبة باستمرار تنسيق المواقف لإفشال سياسة موسكو بهذا الشأن يستمر التلعب الروسي بالغاز كما رأينا في خط غاز نورستريم واحد أعتقد أننا جميعا متفقون على أن قراراتنا بالاستغناء عن الطاقة من روسيا كانت صحيحة تخزيننا وصل إلى 83% في مشروعنا المشترك ويجب أن نعمل على تنسيق المواقف لنضمن فجل بوتين في تلاعبه بإمدادة الغاز موسيقى 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 الرئيس بوتين يراهن على أن هذه الأفعال سوف تكسر من إرادة الأوروبيين لكي لا يقفوا مع أوكراني يمكن للكريملين أن تتنمر على أدول أخرى لتذعن هذا ما يريده بوتين ولكنه خسر ذلك الرهان ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من موسكو فيتش سلاف ماتوزوف الأكاديمي والديبلوماسي الروسي السابق ومن واشنطن ينضم إلينا السيد إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية ومن بروكسل ينضم إلينا السيد منذر النمري محلل الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أبدأ بك سيد منذر النمري إذن الأوروبيون في البداية فقط قبل أيام قليلة كانت هذه الورقة بخصوص تحديد صقف للغاز الروسي في رد على التحديد الروسي بشأن نوردستريم ووقف هذا الغاز هل هذه الورقة احترقت اليوم بهذه التصريحات؟ بالتأكيد هي شبه محترقة هذا الاجتماع هو ثاني من نوعه يأتي خلفاً لاجتماع يوم 29 في الشهر الماضي والذي باءت مناقشاته وحواراته كلها بالفشل اليوم المفاوضية الأوروبية أرادت أن تدخل بقوة وتفرض نمط معين من التعامل مع روسيا ولكن كما أصرتم في تقريركم أستاذ أن عديد الدول رفضوا هذا المنطق شكلاً ومضموناً بل إنما ثلاثة دول كبيرة إيطاليا واليونان وبولندا رفضوا حتى منطقة النقاش لهذا المقترح من المفاوضية الأوروبية وتليل على ذلك أن كل النقاشات أوقفت وأرجئت للأسبوع القادم ليس من السهل يقول العديد من الخبراء في مجال الطاقة وخاصة منهم المستشاران الخازان للمفاوضة الأوروبية للطاقة أكد أن يجب الحذر في تحديد سقف لهذه الأسعار التي أنشأت انفلتات لا مسبوقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وأن الأمر يتعلق بالطلب والعرب ليس إلا ثم ليس صحيح يقولون أن أوروبا ستستغني حوالي عن 70% من حاجياتها من الغاز والطاقة الروسية بالدليل أن أكبر مورد وهي ألمانيا خفضت وارداتها بنسبة 30% وهو ثقف يهدد الحياة المعيشية في ألمانيا بما أننا قادمون على فصلي الخريف والشتاء وأكدت العديد من المراكز للأرصاد الجوية أن هذا الشتاء سيكون بارد بشكل مخالف للعشر سنوات الماضية إذن هناك لخبة وقعت في هذا الاجتماع لم يكن توافق إطلاقا أكثر يعني من 70% من وزراء الطاقة اختلفوا فيما بينهم هناك من غادر الاجتماع منذ بدايته وهو وزير الطاقة المجري الذي أكد على الرجوع إلى الدبلوماسية أكد على الرجوع إلى المباحثات السياسية والابتعاد عن كل الضغطات التي تختفي من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية دعني أسأل سيد إدموند غريبا الذي ينضم إلينا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية سيد إدموند الآن يبدو أن الأوروبيين بدأت هذا الشتاء بدأ يخيفهم حقا وربما الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد على الأقل القوى الأوروبية في الضغط على الجانب الروسي من خلال الاستسلام ربما لأسعار الغاز وللغاز الروسي هل هذه مخاوف حقيقية بالنسبة للأمريكيين؟ تحياتي لك ولضيفيك الكريمين من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد بأنه بإمكانها الحفاظ على وحدة الدول الأوروبية وكما قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في زيارته إلى أوكرانيا بأن الولايات المتحدة لن تترك الأوروبيين لكي يتجمدوا وبالتالي فأن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بأن هذه السياسة والسياسة التي تبنتها روسيا قد ستفشل أن الأوروبيين أيضا لا يزالوا والقيادات الأوروبية لا تزال موحدة ولكن فعلا أتفق بنقات كثيرة ما ذكره الأستاذ النمري فيما يتعلق بتداعيات المواقف الأخيرة هذا القرار الذي تبنته دول مجموعة السبع والذي يناقش من قلال المجموعة الاتحاد الأوروبي أثبت بأنه يواجه تحديات من داخل أوروبا نفسها وذلك بسبب تداعيات القرارات التي اتخذتها روسيا في الآونة الأخيرة وهي وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا طالما أن العقوبات مستمرة وهذه تبعث برسالة واضحة وقوية بأن الرأي العام الأوروبي قد بدأ يتغير على الأقل رأينا المظاهرات التي تمت في براج مظاهرات في ألمانيا مظاهرات في فرنسا مظاهرات في إيطاليا حتى في بريطانيا بدأنا نرى تذمر تململ من بعض الدول وبالتالي فأن هذه المواقف التي تبنتها روسيا إلى حد أنها تهدف بأعتقد إلى إرسال رسالة إلى الدول الغربية وخاصة الأوروبية منها أن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار سيكون له تداعيات اجتماعية اقتصادية اضطرابات مظاهرات خاصة مع اضطراب فصل الشتاء وأن هذه ستؤثر على المصانع الأوروبية خاصة أن الدول مثل ألمانيا تعتمد في مصانعها على الغاز الروسي وهي صهر الفلاد ذل الزجاج الألموني وغيرها وبالتالي ستكون له تداعيات خطيرة طبعا لا يزال البعض في الولايات المتحدة في بريطانيا والإدارة الأمريكية وعدد من الحكومات الأوروبية تصر على أن الطريق الأفضل السبيل الأفضل هو تصعيد المساعدات تصعيد الضغوط على روسيا وأنه في النهاية هناك بدائل صحيح قد لا تكون البدائل الأفضل ولكنها ستكون بدائل بالغاز والنفط من روسيا ولكن أعتقد أن الرأي العام الأوروبي كما أظهرت استطلاعات الرأي في فرنسا في ألمانيا قد بدأت تتغيير نعم طيب سيد فيتسلاف الأكاديمي والديبلوماسي الروسي السابق سيد ماتوزوف قد يعتقد البعض أو قد يرى البعض الآن أن روسيا تنتصر في لعبة شد الحبل بخصوص الغاز لكن في نفس الوقت هناك تصريح للمفوضة الأوروبية للطاقة والتي تقول أن الأقمار الاصطناعية سجلت بعض التسربة للغاز في روسيا وأن روسيا الآن وكأنها محاصرة وسط غازها لأنها لا تبيعه ولا تصدره إلى أي مدى هذا صحيح وإلى أي مدى تعتبر أن روسيا حتى هي تعاني من هذه الوضعية أن روسيا تتعرض لضغطات اقتصادية وعزل مالي من كل تدولات الأموال في العالم وروسيا تستسلم وتتناجل أمام تلك الضغطات هذا أحلام لا يمكن أن يتحقق أولا أن روسيا لا شاك أنها عندها سوق في شرق في سن الشعبية وفي هند وفي دول أسيوية وكذلك وكذلك هناك نقطة ومهمة برأي أن شاكسي أن هناك سوق داخل روسيا لأن استغلاق الغاز في داخل روسيا يطلب زيادة ضخمة للغاز لتزويد الغاز بأسعار نفسه ولذلك عندما يتهمون الروسيا أنها تستعمل الغاز كسلاح ضد أوروبا هذا كذب واضح ولا يمكن أن يثير أي شيء إلا دحت من جانب الروسيا لأن كل هذا تدابير ضد تزويد غاز إلى أوروبا يأخذ من قبل ولايات المتحدة الأمريكية لكي يشتروا الغاز الأمريكي ولكن غاز الأمريكي غالب روسيا متعاقدة مع دول أوروبية مختلفة معنى خصوصا طبعا هناك حوالي كما يقولون عندنا مش 30 40% من غاز مستعمل في ألمانيا هو غاز روسي وهو رخيش سيد ماتوزوف الحقيقة يصعب تصديق هذه الرواية التي تتفضل بها على أن روسيا لا تستعمل الغاز كورقة لا تحارب به لا تقحمه أصلا في هذا الصراع وهو في قلب الصراع حتى أن وسائل إعلام روسية تتحدث عن ذلك وهناك هذا الفيديو الذي انتشر لوسيلة إعلام روسية وهي تظهر أوروبا وهي تتجمد من البرد في إشارة واضحة على أنه جزء من الخلاف مع الأوروبيين يعني كيف من الممكن تصديق على أن الغاز لا يدخل ضمن هذا النطاق أولا أنا ما قلت أن روسيا لا تستعمل غاز كسلاح روسيا لا تبادر ولا هذا السلاح الهجومي وإذا هناك دول أوروبية عندهم عقود عندهم اتفاقيات تجارية يقطعوا علاقاتهم مع الروسيا ويتلبوا تغيير السعر كله مذكور بالاتفاقيات والعقود هذا شيء واضح مثل الصفقة التجارية العادية إذا بيتلبوا تغيير السياسة والسعر شوك سيكون رد الروسيا هذا رد السلاح المعاكس لذلك روسيا تستعمل هذا السلاح ولكن ردا على هجوم الاقتصادي والمالي وسياسي دول غربية على الروسيا وهذا شيء طبيعي وطبعا أنا لا أستثنى أن روسيا أوقف مطلقا التزويد غاز إلى أوروبا ليست فقط كسلاح للمعاكبة مع الأصف شديد إذا نعمل هذا هذا سيكون الخطوة تضر الأول شيء ليست الشعب فقط أوروبية أما اقتصاد الأوروبي صناعة بدرق تميوية أوروبية مبنية على بيترول والغاز من روسيا إذا يوقف تزويد بغاز وبترول من روسيا سوف يوقف تؤثر على المشاكل تصير مشاكل عديدة في الصناعة أوروبية وهذا كأوروبا كقوة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية تدعم ركود أمام الأمريكية هذا هو هدف سياسة الأمريكية وليست روسيا مبادرة بتخريب إقتصاد الأوروبي روسيا لها المسلحة أن يكون أوروبا كإتحاد الأوروبي ودول أوروبية قوية وعلاقات التجارية العادية مع روسيا إذا يفضل الحرب الإقتصاد روسيا على الاشيادات سيد مطزوف من فضلك دعني أخذ رأي السيد النمري من بروكسال سيد نمري إذا استمعت إلى هذا الكلام ما رأيك فيه نعم نعم أود قبل أن أرد على كلام الأستاذ من موسكو أن أعود إلى الاجتماع في حقيقة الأمر ما حصل اليوم في اجتماع وزراء طرف الأوروبيين هو انقسام معسكرين معسكر أكد على الضغوطات المالية على موازنات أعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإشكالية توفير السيولة للشركات الموردة للغاز ومعسكر آخر أي عملية كبح الطلب على الطاقة أعود لما ذكره أستاذكم الفاضل من موسكو صحيح أن استعمال الغاز اليوم من قبل موسكو هو السلاح وهذا السلاح في هذا الظرف بالذات مشروع لأننا لا ننسى أوروبا هي التي بدأت بتسليط يعني حزمات كبيرة من العقوبات على موسكو أدت إلى هذا الوضع اليوم يعني عملية حسابية بسيطة أستاذ الفاضل الغرب دفع لأوكرانيا مقيمته 650 مليار دولار دون احتساب المعدات العسكرية الحرب لا تزال قائمة موسكو تتقدم في ابتكاك العديد من القرى ثم لا ننسى حتى لو انتهت الحرب بعد أشهر تبقى سنعيش معضلة أخرى وهي مشكلة اعمار أوكرانيا زد على ذلك عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا أوروبا أصبح يشكل عبءا كبيرا وكل هذا يعود لمصلحة روسيا وليس للغرب مسألة سعر الغاز نقطة أخيرة لو سمع نعم بإجاز من فضلك لأن الوقت يدهمون تفضل تكلفته أقل بكثير من الغاز الأمريكي لأن الغاز الأمريكي يرسل إلى أوروبا غازا خاما وينبغي إعادته وتقسيمه وإرجاعه إلى غاز طبيعي وهذه تكلفة باهظة جدا شكرا طيب أتحول إلى السيد غريب من واشنطن سيد غريب يعني هناك ربما إذا استمع أحدهم إلى هذا النقاش سيشعر بأن روسيا ربما في طور الانتصار في هذه الحرب ربما ليس على الجانب من جانب العسكري بعد لكن على الأقل من جانب الاستراتيجية والاقتصاد هل هذا صحيح؟ بدون شيء ما كان تتوقعه الدول الغربية والولايات المتحدة هو تحقيق انتصار أو تقدم على الأقل أولا في استمرار المقاومة الأوكرانية ضد روسيا وضد القوات الروسية وبالتالي كان هذا أحد الأهداف وراء الاستمرار في إرسال أسلحة متطورة وصواريخ أيضا متطورة لاستخدامها من قبل القوات الأوكرانية وكان هناك اعتقاد أيضا أن هذه الوحدة الأوروبية التي حققتها الولايات المتحدة في بداية هذه الحرب عندما استطاعت توحيد الأوروبيين وراء الدول الأوروبية وفرضهم لعقوبات صارمة على روسيا وبالتالي أيضا أعادت تعزيز قدرات حلب شمال الأطلسي ونفخت روح جديدة في هذا الحلب بحيث أنه كان بعض القادة حتى الرئيس السابق دونالد ترامب كان يقول ما هي الفائدة من هذا الحلب وأيضا الرئيس الفرنسي اكتحدث عن حلب الناتو بأنه يعاني من موت سريري ولكن بدأ وكأن الولايات المتحدة قد حققت انتصارات مهمة في البداية ولكن أعتقد أنه أولا مع استمرار التقدم ولو البطيء الذي حققه الروس على الأرض ولا يتزال توجد معارك شرسة حاليا خاصة في منطقة خارسان وفي بعض المناطق الأخرى ولكن التقدم البطيء ولو بطيء حققه الروس وإذا استطاعوا السيطرة على مثلا مدن مثل خاركوب وعلى أدسة فأن هذا سيحول أوكرانيا إلى بلدة إلى دولة مغلقة لأنها دولة ليس لها حدود بحرية وهذه ستكون لها تدعيات خطيرة أيضا على مستقبل هذه الدولة شكرا كل هذه الأمور تركت تدعياتها ولكن لم نرى تغيير حقيقي في موقف الإدارة الأمريكية الإدارة لا تزال تصر على موقفها وقد تحصل على دعم من قيادات الكونغرس شكرا جزيلا لك سيد إدموند غريب الأستاذ في العلاقة الدولية كنت معنا من واشنطن وشكر موصول للسيد منذر النمري محلل الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كنت معنا من بروكسل والشكر لضيفي السيد فيتشزلاف ماتوزوف الأكاديمي والديبلوماسي الروسي السابق كنت معنا مباشرة من موسكو